في تصعيد جديد شن رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح هجوماً مبطناً على عبد الله باثيلي رئيس بعثة لأمم المتحدة في ليبيا ورئيس الحكومة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد لدبيبة معتبراً أن الحكومة الوحيدة المعتمدة في البلاد هي المنبثقة من البرلمان برئاسة أسامة حمد صالح أكد أن حكومة الاستقرار برئاسة حمد هي صاحبة الشرعية والتي تخضع للمساءلة والرقابة من قبل البرلمان معتبراً أن وجود حكومة أخرى غير هذه هو فساد واضح في إشارة إلى رئيس البيعثة الأممية لانحيازه إلى حكومة لدبيبة منتهية الولاية ودعوتها للحوار السياسي من جهاته قال رئيس حكومة الاستقرار أسامة حمد إن البيعثة الأممية زادت الأمر تعقيداً وعمقت الأزمة وصفاً اختياره لبعض ممثليها في البلاد بالسيء بعد أن اتهمها بالانحياز لطرف دون آخر رئيس حكومة الاستقرار وصف باثيلي بأنه شخصية جدلية لا تهدف لتحقيق نتيجة إيجابية للأزمة الليبية معتبراً تصريحاته بشأن عدم وجود جيش وطني هي بمثابة تقليل أهمية دور الجيش الوطني المتمركز في شرق البلاد وكانت حكومة حمد قد وزعت بيانين منفصلين مساء الأحد لنحو 76 من عمداء بلديات مناطق شرق وغرب وجنوب البلاد لإعلان تأييدهم لها ورفضهم لما وصفوه بمساعي البيعثة الأممية لترسيخ عوامل التشضي والانقسام بين الليبيين ترجمة نانسي قنقر